متابعين أم تي في ألايف وبانتظار أنه يوصلوا كثير من الأشخاص لحتى يتبرعوا بالدام بستوديوهيتنا نحن متابعين بحلقتنا وبفقرة مع مريم بصنة استقبل الآب توني بعصف أهلا وسهلا فيك حضرتك خدم رعية شاحتول ومرفقتك السيدة هادية أبي صعب أهلا فيك حضرتك عدو بجمعية أصدقاء مريم ملكة السلام اليوم رح منحكي عن تسعوية صوم وصلاة على نية لبنان والسلام بشكل عام أبونا قدام هم الصلاة للسلام أول شي بحد ذاتها الصلاة مهمة لأنه إذا بدك السلام هو نتيجة الصلاة ونتيجة العلاقة يلي بتربطنا بأله كيف أنت بتكون قريب من الله؟ كيف ينعكس السلام داخلي بحياتك؟ وهذا السلام الداخلي بينعكس على الخارج بعلاقتك مع الناس بعلاقتك بقلب عائلتك بمجتمعك بعملك بكل إذا بدك الحياة اليومية بقى كتير مهم أنه نكون اليوم عم نصلي ونتحد بأله أكتر لحتى نكون عم نقرب منه ووقت اللي نحن نقرب من الله النتيجة بتكون السلام المحبة الرحمة وكل هالقيم يلي ممكن نحن نعيشها بحياتنا لأنه الناس بيقولوا أنه أنا قدي بدي صلي للسلام وقدي رح يوصل رح توصل صلاتي فكل شخص بتحس عنده نوعا ما أنانية أنه يصلي لنفسه لرغباته لطلباته وكتير قليل لحتى نجتمع سوا نعمل تسعوية نعمل أي صلاة اللي كانت وقلت لي أنه مش بس التسعوية هي المهمة أي صلاة اللي كانت هي عندها أهميتها كلهم بيكملوا بعضهم أول شي في عنا الصلاة الفردية يلي كل إنسان بقوم فيها وفي الصلاة الجماعية أكيدة وهذا يلي عم تعملوا أصدقاء مريم ملكة السلام هالجمعية يلي عم بتحاول أنه هلا أكيد هادية بتكون عم تشرح لنا أكتر عن الموضوع لحتى كلنا سوا نكون عم نفوت بمنطق الله لأن الصلاة اليوم قلت شغلة أنه نحن نكون عم نوصل بالنتيجة مش بدنا نوصل صوتنا لأله بدنا نحن بقلبنا نوصل لأله يعني هذا المهم مش أنه يصال مثل ما بقول الكتاب المقدس يكونوا شفافنا مثل ما بقولوا عم بتتمتم بعض الكلمات وقلبنا بعيد كل البعد عن الله بالعكس بدنا نحن نكون بكل كياننا قريبين من الله لحتى نقدر أول شيء نحن نتغير من نقدر نغير الآخرين ونغير المجتمع هذه بدنا نتعرف على الجمعية جمعية أصدقاء مريم ملكة السلام وحددته أنه هي ملكة السلام مريم العذرة عرفت على حالة بيمة جوغوري أنا ملكة السلام والمصالحة نحن كجمعية أصدقاء مريم ملكة السلام هي جمعيتنا جمعية غير سياسية وجمعية ما بتبتغير ربح يعني مؤلفة من أشخاص متطوعين كلنا متطوعين أشخاص اختبروا نعمة ميجيورية بحياتهم اختبروا نعمة السلام يلي الله عم بيعطيها بشكل مميز وبشكل كتير قوي على أرض ميجيورية بهذا الزمن يلي العذرة عم بتسميه زمن نعم لأنه اختبرنا هذا الشيء حبينا نوصل لأكبر عدد من اللبنانيين وتطوعنا بهذه الجمعية جمعيتنا عندها عدة نشاطات إنسانية وروحية وترافق الحجاج على عدة أماكن بالعالم أماكن دينية وخصوصا إلى ميجيورية المطرح يلي نحن نحس أنه ندعينا منه نعم نطلقنا منه أي مترح تبدأ التسعوية وكيف وكل التفاصيل وين رح بتكونه وكيف بيقدروا الناس يشاركوا أكيد معكم التسعوية بتبلش عادة هي بتكون من 16 ل 25 هزيران كل سنة وهذا الزمن هو تزامنا مع التسعوية تحضيرية لعيد ظهورات العذرة بميجيورية يلي هو بيكون ب25 هزيران من كل سنة والسنة نحن هذا الشيء كتير مهم نحب نركز عليه إنه هذا عيد الثلاثين لظهورات العذرة بميجيورية أما السنة نحن لأسباب اللوجستية رح تكون التسعوية من 15 ل23 ب15 الشهر يعني بكرة المساء الساعة 16 بتبلش التسعوية افتتاحيتها بكنيسة مارليس الكبيرة بأنكليس كل يوم الساعة ستة للتسعة برنامج الصلاة بيكون ستة مسبحة الوردية سبعة الأداس من بعده بيكون في سجود للأربان وزياح للأربان الأداس بقلب الكنيسة شو هالرياضة الروحية التأملية اللي رح بتكون على مدة تسعة أيام يعني قدير رح بتعطي مثل ما ذكر الأب توني قدير رح تعطي سلام لكل شخص رح بترجع قدير تأمل بالصلاة مهم أبونا وليه دايما منقول أنه هالتسعوية يعني تسعة أيام ليه مهمة ليه هيك أول شيء كتير مهم أنه نحن نتعود بحياتنا اليومية يكون في عنا وقفة لأنه منعرف نحن أنه حياتنا اليوم عم ندخل أكتر وأكتر بالروتين اليومي عم ندخل إذا بدك نوع من اليأس الداخلي عم ندخل بالضغط السياسي والاجتماعي والاقتصادي وحتى الروحي والإنساني بقى كتير مهم أنه الإنسان يكون عم يعمل وقفة روحية مع ذات وقدام الله أول شيء لحتى يرجع يشوف أنه الله شو بده مني أنا بهيدا الوقت أنا بسنة 2018 شو الله بده مني شو ما شيئت الله بحياتي إذا ما تعودت أعمل بحياتي ما عملت وقفة لحتى أسمع صوت الله أعرف الله شو بده مني تلقائيا أنا رح ضيع الطريق رح طيق الهدف رح أفقد السلام الداخلي يلي أنا بحاجة لأله لحتى يقدر أكمل مسيرتي ونحن عم نلاحظ اليوم أديش الناس كان في لبنان أو بالشرق أو بالعالم كله سوا أديش عم بعيش تخبط بحياته نتيجة إذا بدك عدم هالتأمل أول شيء بنعم الله الكبير يلي الله عطينا إياها وثانيا بتحديد البوصلة كيف أنا بدي أوجه مسيرة حياتي لحتى تتكامل مع مشروع الله الخلاص لأله قدام همين الجمعيات قدام همين جمعيات مثل يلي اليوم عم بتنظم هالتسعوية بأنه يكونوا هن البوصلة بأنه يكونوا كمان هن عم بيرشدون على طريق صحيح أوقات كتير الناس بيكونوا حابين ولكن ما بيعرفوا لحالهم كيف كتير مهم البعد الجماعة لأن اليوم الجماعة هي بتعتبر إذا بدك نوع من سند وقوة للشخص لحتى وقت اللي بيضعف يكون في خيه الإنسان ويقف حده لحتى يدله أنه أنا وإنت منقدر نكمن سوا المسيرة أنا وإنت منقدر نطلع من الوجع ومن التعب يلي نحن عايشينه وهذا يلي عم بتعيشه جماعة أصدقاء مريم ملكة السلام أنه تكون عم تخلق هالإطار الروحي لعيش إذا بدك النعم يلي الإنسان بحاجة لإله وكل إذا بدك الثمار يلي بيجنوها المؤمنين بزيارتهم إلى مديوغوريا وحبين يكملوا هالمسيرة بكملوها مع أصدقاء مريم ملكة السلام شو الأهداف القريبة والبعيدة لهالجمعيهات الهدف الأساسي لجمعيتنا هو عايش السلام ونشر رسالة السلام تطبيقيا عمليا من خلال عايش رسالة العذرة رسالة التي تعطيها على العالم كله بمديوغوريا ومرافقة الحجاج على مديوغوريا حتى نقدر شوية نقلهم من الاختبار يلي نحن عشناه هناك بس بحب أرجع شوي لنقطة التسعوية لأنه فيها كتير ديتيل بحب شدد عليها للمشاركة بالتسعوية معنا في ثلاث أنواع من المشاركة عندك المشاركة اليومية اللي بحبوا ينزلوا ويشاركوا معنا بيمرلياس بيمرلياس يوميا من الساعة ستة لساعة تسعة المساء كل يوم مثل ما قلنا مسبحتين قدي السجود للأربين ابتداء من بكرة عشية نهار الجمعة للسبت ونهار السبت هو نهار احتفال كبير كمان ما نحب ندعي لو ما نزلوا كل يوم يعني على القليلة يشاركونا بـ 23 الشهر يجوا شخصيا على كل حال العذرة والرب ما تنجي بيستقبلونا ويرحبوا فينا يعني إنجينا يومين ثلاثة أربعة أو قد ما بنقدر وليو صلينا من بيتنا هذا اللي رحقوله بس اللي عم بشدد عليه لأنه هو نهار عيد نحنا بنسبة لإلنا وبهنهار بيصير فيه تتواف للأربان بشوارع حوال الكنيسة والمطران سليمان اللي هو المطران المحلي بهالتسعوية لأنه ممكن تكون بعدة أماكن هالمرة هي بمرلياس يعني منصلي المسبحة ونكرس كل قضاء بقضاء للعدرة فنهار 23 نهار عيد كبير ونهار عيد السبعة وثلاثين لزهورات العدرة بميديوغوريا ياللي صار لسبعة وثلاثين سنة ما تعبت يوميا يوميا تدعينا وتقلنا ما تخافوا أنا معكم صلوا أنا جيت لأنه بدأكم تكونوا سعدة بحياتكم على الأرض وبعدين معي على كل حال إذا لحقنا بالآخر بدك تقريلنا مقطع صغير من طلبات العدرة بس خليني نشوف الفيديو اللي حضرتولنا إياه اللي بيفسر بعد أكتر انتناولي اشتركوا في القناة نحن الصلاة هي سلسلة صلاة متواصلة رح تكون صلاة المسبحة متواصلة 24 على 24 بهالتسعة أيام على خلالها 18 سنة اللي عم نعمل فيها تسعوية هاي السنة 18 كنا عم نعمل جرد مثل هايدي عم نقسم الـ 24 ساعة على نصف ساعات اللي هي صلاة المسبحة بتاخد نصف ساعة ما بعرف إذا رح تبين بيقدر الشخص يتسجل كل نصف ساعة يقول أنا رح ألتزم بهالتسعة أيام أنه أخد مثلا من تسعة ونصف للعشرة الصبح يوميا بهالتسعة أيام صلة ساعتها نحن منعبّي هالسلسلة 24 ساعة وليز كتير مهم ليلة بيحبوا يتسجلوا بسلسلة الصلاة بلبنان أو لكل اللبنانية بكل بلدين العالم لأنه في كتير ناس عم تتسجل أونلاين على الفيسبوك بيج تبعنا كمان بيقدروا يتسجلوا شو اسمها الفيسبوك بيج؟ فرينز أوف ميري كوينوف بيس لبنان أوكي وآخر وسيلة؟ في رقم خصوصي لهيدا الشيء سبعة واحد تسعة تسعة واحد أربعة سبعة تسعة برجع بعيد سبعة بك وبعد في عنا وسيلة ما ينتهي وقتنا بعد في عنا وسيلة يلي هي أنه بيقدروا كرعاية ما تنتقل الرعية بيقدروا يشاركوا برعيتهم يعملوا زيت البروغرام برعيتهم مثل ما صار بسنين اللي مرأت كذا مرة بمقام سيدة زحلة بسيدة مزيارة ببيروت كتير ما يكن شاركوا ونحن أكيد ندعي كل الناس أنه يشاركوا معكم وأيضا يلحقوكم على صفحاتكم حتى يعرفوا تفاصيل أكتر ويقدروا يرجعوا يحضروا هالفقرة كمانا عبر خدمة ري بلاي على أبليكيشن الامتيفي أبونا قبل ما نخدم سريعا أهمية العطاء اليوم عم نعطي دم الصليب الأحمر يلي بيعطي حياته كلها من شين الآخر قدامهم أول شيء أنا بدي أنطلق من حياة مريم يلي عرفت عطيت كل حياته لخدمة مشروع الله خلاصه هاودي الشباب شباب الصليب الأحمر اللبناني يلي منوجه لهم تحية عبر الامتيفي عم يعرفوا يعطوا بمجانية كل حياتهم ويعرضوا حياتهم للخطر من أجل إنقاذ الإنسان وشان هيك بدي أدعي كل الأشخاص يتوجهوا اليوم على الامتيفي لحتى يتعودوا أنه حياتنا منقدر نتشاركها مع الآخرين دمنا منقدر نتشاركوا مع الآخرين منقدر نعطي بوسائل كتير كبيرة وبدعيهم أن صلاتنا تتحول إلى أفعال وهذه أفعال العطاء هي نتيجة الصلاة ونتيجة اتحادنا بأله ونتيجة إذا بدك هالقرب من الله بحياتنا اليومية على كل حال كمان العطاء بالصلاة ونحن نرجع نحط رقم التليفون هذه 71991479 لكل الأشخاص يلي بحبوا يتوصلوا معكم من شان يصلوا هالمسبحة معكم اللي بتجسد خلينا نقول طلبنا للصلاة وهي كمان منفعل الإيمان أهلا وسهلا فيك الأب توني بعصف السيدة هادية أبي صعب شكراً لكم معنا بريك صغير ورحمة تابع خليكم معنا